عزائي طلبة وطلبات السنوال العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 25 صباح الخير على كل طلابنا عزائي صباح الخير على كل مدرس الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنه من الكمال النهاردة يكون في ضيافتنا للحلقة الثالثة مستر محمد إسماعين أستاذ الجيولوجيا صباح الخير يا مستر صباح النور صباح الفل عليكم على كل مستمعين وحبيبنا وأبنانا الطلبة ربنا نوفهم ان شاء الله شهرتنا ومشرفتنا قاعدة وبنا خليك ونكمل النهاردة موضعنا بعنوني ان شاء الله نكمل النهاردة تركيب الجيولوجيا تمام وإحنا كل الحلقة اللي فاتت كنا اشتراها لنا في قطاعها في الكرة الأرضية فنبدأ كده ان شاء الله نسمي الله ونبدأ في التركيب الجيولوجيا حÍmaybe وفق إن شاء الله Scandinavian إن Lind شكرا لك المحاضرة اللي فاتت احنا نهينا بجزء اسمه قطاع في القرى الأرضية نهينا بأغلفة الأرض ان شاء الله المهاردة نبدأ كده حاجة اسمها التركيب الجروجي احنا هنفترض ان دي كده طبقات الأرض احنا بنقول دي طبقات الأرض ومدام بنقول طبقات يا مستر أحمد يبقى عبارة عن سخور رسوبية الطبقات اللي احنا عايشنا عليها للكشرة الأرضية التفنى بكده فيه كشرة قرية فيه كشرة محطية الكشرة الأرضية دي لازم تكون من سخور رسوبية يبقى الأول السخور رسوبية في صورة طبقات جميل يبقى في غالبية السخور هكون سخور ايه رسوبية أما النارية والمتحولة دي سخور نادرا ما تظهر فيها التركيب الجروجي لنا اشرحها الناردة ان شاء الله يبقى فرضا مني كده دي طبقات الأرض من سخور رسوبية طبقات الأرض دي بتتأثر بعوامل حضرتك طبعا أكيد فيه عوامل اسماها عوامل خارجية جميل فرضا رياح أمطار عفاف ارتفاع درجات حرارة حركة أمواج طيارات مائية اللي مزبوط طيب يؤثرها دكتور أحمد هتجوب بتلقائنا هي العوامل الخارجية دي ما تأثر في سطح الكشرة الأرضية هتخليها على حالها أكيد يحصل تغيرات تمام يحصل تغيرات فرضا فرضا ان احنا عندنا حاجة اسمها الرياح الرياح بتحمل الرمال من مكان لآخر تنقلها فبترفع أماكن وتخفض أماكن نطلق علي احنا اسم كذبان رملية يبقى الشكل اللي برا هنلاقي في ارتفاع في مناطق كده من حركة الكذبان الرملية والخفضة الوخرى احنا بنسميها النهاردة باسم علامات النيم يبقى الكذبان الرملية اسمها عندنا علامات النيم طيب بإيه اللي عملها عوامل خارجية زي الرياح همه اللي ماشي طيب أنا عندي أرض زراعية بنزراحها همه في ارتفاع رهيب في درجات الحرارة تمام مع قلة في سكوت الأمطار توقعاتك للأرض يحصل فيها تاني الأرض في حرارة عالية جدا عوامل جفاف شديدة جدا همه وما فيش أمطار همه يحصل للأرض تشاقق تمام اهو يبقى هيحصل مجموعة من التشاققات هنسميها تشاققات طينية ده بفعل عوامل الجفاف تمام ليرتفاع درجات الحرارة مع قلة في سكوت الأمطار همه طيب فرضا حضرتك أنا رايح على بحر شاطئ بحار جميل أكيد في حركة أمواج أكيد أكيد في حركة أمواج والمجدى بيغبط في الشواطئ هل يسيب الشاطئ على حاله أكيد وليه ينحط في سخوره؟ ينحط في سخوره تماماً لو كان النحط بصورة ممتظمة يعمل لي منظر للسخور كده فنطلق علي اسم تدرج طبقي اسمه يا دكتور أحمد تدرج طبقي طيب فرضا أنا عندي صخر صخر بتأثر في الرياح الصخر ده صخوره مش من نوع واحد يعني صخر جزء صلب جزء راح وجزء صلب تقبط في الرياح تنزل عليه أمطار هل هو صخوره مختلفة؟ فهي يبقى النحط فيه متساوي؟ أكيد لا أكيد لا فإحنا ممكن نلاقي فيه صخور فيه نحط في منطقة غير منطقة أخرى خالص يعني هنا النحط أشد من هنا هنا ضعيف وهنا قوي فيس متطبق متقطع طيب لحد كده السؤال مباشر واللي جابه إن شاء الله منك ويكتور أحمد تدريب مباشر هل هتظل صخور الكشرة الأرضية على حالتها اللي نشأت عليها أول مرة؟ أكيد لا حالو لأ عشانا تأثرت بعوامل إيه؟ عوامل خارجية جميل ما بالحضرتك لما أقول لك كمان إن فيه قوة إيه جاية من باطل الأرض؟ داخل إيه؟ جميل إلا فيه عوامل خارجية وعوامل إيه؟ داخل إيه؟ رائع العوامل الداخلية دي بتسبب زلازل تسبب حياج في مياه البحار بخروج البركين بتسبب حركة الكارات لو نفتكر الوشاح الخارجية كان لدن شبه سائل يعمل معاملة السوائل فيتأثر بالضغط والحرارة تمام فكان بسبب مجموعة من الدوامات مدوامات طيارات الحمل فاتحرك الكارات والزحزحة تمام جميل إحنا هنفرض مع بعض دفتر أحمد إن دي طبقات سخور سباة زي ما قلنا تمام بس المشكلة هنا إن الطبقات دي لينة مهم لينة يعني طرية شوي مش صلبة جميل طب وإيه اللي خليها لينة؟ متشبعة بمجموعة من السوائل قد تكون السوائل دي مثلاً ما هي جو فيه مهم قد تكون بتروه مكتبة الغاز طبيعي معادل منصاهرة زي المجموعة لكثبات الأرض مهم تم تعمل عليها عملية ضغط طب هي لينة هو أنا ما ضغط على الحاجة لينة تكسر لا تنتيني مهم آه صح ثم تغيرلي في شكل توقعات بالمنظر اللي هرسمه دلوقتي يا دكتور أحمد كده آه نبنطلق عليها يا دكتور التواءات مهم أو اسمها طيات تمام أو اسمها انثناءات مهم يبقى ثلاث أسماء باسم واحد نسميها طيات نسميها التواءات نسميها انثناءات طب نكمل المجموعة جاية من باطن الأرض عايزة تخرج على شكل حمم بركانية يعني عايز بركان يخرج من هنا يكسر الكش الأرضية اهو دي مجموعة جاية من باطن الأرض وعايزة تخرج ببرا الأرض يا طرح هتسيب التواءات سليمة لا اكيد طبعا اكيد هكسرها هتعمل فيها كسر وبنسمي الكسر ده صدع الكسر اسمه صدع ونطلق عليه اسم فالق طب ليه فالق ما هي كسرة التبقات تاعت الكشرة الأرضية وزاحتها عم بعضها عشان تسمح بخروج المجموة برا ونسميها احنا براكين هلو صح؟ فنطلق عليها اسم تصدعات ضخمة يسموها كسر يصاحبه إزاحة إزاحة يعني اختلاف منسوب التوقات بعضة عن بعضها طبعا ونشوف عنواع الإزاحة إن شاء الله في حسط ناردة أو نطلق عليها اسم فوالق قالوا جميل يبقى ما ممكن التوقات دي بعد كده بالمنظر ده يحصل كده يبقى هنا حصل فوالق أو تصدعات ضخمة قالوا جميل يبقى السخور كانت صلبة ناشفة مع قوة الضغط والدفع كسرتها وزاحتها عن بعضها فاطلقنا عليها اسم فوالق أو تصدعات ضخمة أو اسمها صدوع ملو ماشي؟ طب ايه رأي حضرتك لو السخور دي صلبة جدا تتحمل الضغوط الايه؟ العالية قوي قال لي ممكن فيحصل فيها قلتوا يحصل فيها كسر قال لي اه كسر بس هل الطبقات بعيت عن بعضها من بره؟ في بعد عن بعض من بره؟ يعني خرجت بره؟ لا ما خرجتش يبقى الكسر داخلي يبقى كسر بدون ازاحة كسر بدون ازاحة يبقى عمل التشككات بس بدون ازاحة فاطلقوا عليها اسم فواصل تمام يبقى قبل ما نكمل في فرق بين كلمة فالق وفاصل الفالق كسر في السخور يصاحبه ازاحة تمام ازاحة ايا تكون ازاحة رأسية ازاحة افقية المهم في ازاحة في حركة في منسوب الطبقات ولسببتها القوى الايه؟ داخل ايه؟ جميل لكن الفاصل كسر في سخور القشر الارضية المختلفة ولكن بدون ازاحة مفيش حركة في منسوب الطبقات زي الشرخ اللي يبقى في الحوائط تمام شرخ ده اسمه فاصل قالوا تمام يبقى الطبقات بقت كده اهي زي ما هي بس احنا عندنا فيه فاصل فواصل يبقى نسأل مجموعة اسطلة عشان نكمل بقى سؤال ايه؟ هل تظل صخور القشر الارضية على حالاتها التي نشأت عليها اول مرة؟ اكيد لا قالوا لا طب الاجابة ليه؟ لتأثرها بمجموعة من العوامل ايه؟ الخارجية والعوامل الدخل ايه؟ احنا هنسمي بقى العوامل الخارجية اللي اصلت في السطح وكونتلي علامات نين وتشكو قط نية وهضر وطبقي وتطبق متقطع اسمها ايه؟ قال لي لها اسم قالوا ايوه مش دي اشكال تخليفت في الصخور قال لي اه قالني سميها تراكيب جولوجية اولية الخارجية تراكيب جولوجية اولية جميل رائع نقول الله كده يبقى ميجي حد يقول لي ما هي التراكيب الجولوجيال ايه؟ اولية اولية قالوا التراكيب تخلفت في صخور القشل الارضية بفعل العوامل البيئية الخاه الخارجية زي الر والجفاف والطيارات المائية والامواج والبمطار والبحار طب انا انا جبت سيرة القوات الداخلية دكتور؟ لا جبتش خالص فوقت اللي في كتاب ايه؟ دون تدخل من القوات الداخلية بيأكد لي انها بتأثير العامل من؟ خارجية فقط فقط رائع جدا يا ما اسألني تعتبر التشققات الطينية من التراكيب الجولوجيال وقت؟ اولية طب علامات النيملية الكثبان الرملية تراكيب الجولوجيال اولية طب كيف نشأت؟ بتأثير العامل بيال ايه؟ خارجية جميل تعالي التانية بقى دي قوة ايه دكتور؟ داخلية رائع فيطلقوا عليها اسم تراكيب جولوجية ثانوية تمام وبيطلقوا عليها اسم تاكتونية تراكيب جولوجية ثانوية او اسمها؟ تاكتونية فاقول لي يعني ايه تراكيب؟ قلت له خارس ركز بس اوه تراكيب تخلفت في سخور القشل بفعل القوة الداخلية المنبعثة من البطن الأرض وتسبب زلازل وبرقين وحركة القرات وهكفي مياه البحار قال لي طب ممكن تقولها بتاكتونية دكتور وزارة؟ قلت له اه اكتب بيقول لي بقى يقول لي التراكيب الجولوجية الثاة نوية تصدعات ضخمة هيا هيا فهالك تشققات تروفها واصل التواءات او انثناءات بسخور القشل الأرضية تروفها يسمعها طيات او انثناءات تخلفت بفعل القوة الداخلية المنبعثة من بطن ايه؟ الأرض جميل يبقى مي يقول لي الفوالك والفواصل والطيات تراكيب داخلية ثانوية ثانوية تكتونية نشأت بفعل القوة الداخلية المنبعثة من بطن الأرض تمام وسببت لي زلازل وبرقين وهياج في مياه البحار وحركة القرات احنا في النظام القديم كان داشت وقال تهيدي tadi المكارن يا دكتور نكارن بين التركيب الجروجية الأولية والتركيب الجروجية الثانوية لكي احنا في النظام الحديث عائزين نفهمهم جمعين وخلاص بمعنى هك économ czy اقول لك تعتبر الفوالك من التركيب الجروجية اولية ولا الثانوية ثانوية ثانوية طب الفواصل بتركيب ثانوي طب الطيات تركيب ثانوي طبي التواءات ثانوي طبي الطيق ثانوية يعني مفاعل القوة الداخلية ممباعثة من باطن الأرض جميل جدا الفاصل كسري بدون إزاحة nove Lab لا بدون إزاحة طيب والفالق كسري بإزاحة دعوما علامات النيم دي تدة عامل التي يتبري مليا إبارة الأرض تركيب أو أولية بفعائل عوامل بيئة الخارجية يبا إحنا قرنا نبدأ محضرتنا عندنا معين من التركيب الجيونيوسية أساسيين التركيب الجيونيوسية أولية التركيب جيونيوسية الثانوية الأولية بفعل العوامل بيها الخارجية زي الرياح والجفاف والطهرات المائية والأمواج والأمطار مثال لها علامات النيم شكوكات طنية تضرق طبقي طبق متقطع تركيب جوجية ثانوية تكتونية بنيات تخلفت في الصخور بفعل القوة الداخلية المنبعثة من باطن الأرض زي الصدعات الضخمة اللي تسمى الفوالق أو الشكوكات اللي تسمى الفواصل أو الالتواءات اللي تسمى طيات أو انثناءات أبكد على دكتور أحمد أن الطيات في الصخور الليّنة أما الفوالق والفواصل في الصخور الصلبة والفوالق والفواصل تأتي من كسر يحصل فيها كسر لو بإزاحة يبقى فالق جميل ولو بدون إزاحة يبقى فاصل فكان زمان في النظام عايز واحد يفهم برضو يجيب على الصحيب يقول له أعلل قد تنثني الصخور أحيانا وقد تنكسر أحيانا أخرى يقول له بسهل قوي إذا كانت الصخور لي لينا تنثني وإذا كانت الصخور صلبة تنكسر إما كسري وصاحبه إزاحة فتسمى فوالق أو كسري بدون إزاحة تسمى فواصل هو هيسترد معنا البنيات اللي اتخلفت في الصخور بفعل القوة لإيه الدخلية يبقى إحنا نستعرض شكل مين طيات والفوالق ها والفواصل جميل جدا يبقى إحنا كده وإحنا نزيل الجزء اللي إحنا خدنا ده التركيب الجيولوجية المقرر عن السنة دي نوعين إما تركيب جيولوجية أولية تمام ودي نشأت بفعل العوامل الفئية الخارجية تمام هاي الرياح والجفاف والطيارات المائية واتخلفت لي في الصخور أشكال منها علامات النيم من التشققات الطنية منها التطبق المتقطع وتضرج الطبقي ثم تركيب جيولوجية ثانوية يسموها تك تونية تمام تكتونية عشان كاسرة التغير كاسرة الطاية ما بتثبتش على حالة واحدة القوة الداخلية بتتغير من وقت الآخر فأشكالها اللي بتتخلف ما بتثبتش على حالة واحدة تمام يعني عمنا ما شوفنا بركان شكله ثابت أو نظامه ثابت أو ايه دمر ضد نير ثابت أو الزيازل كلها تبتش نظام واحد مش ممكن فيه زيازل مدمرة وزيازل ضعيفة فمش ثابتة على حالة قال لي جميل يبقى التركيب الثانوية بفعل القوة الايه؟ الداخل ايه؟ المنبعثة من باطن الأرض بتعمل تصدعات ضخمة بيسموها فوالق بتعمل تشكوكات بيسموها فواصل بتعمل التوقات بيسموها طياط تمام اول حاجة معنا الطياط اهو بص يا دكتور كده الطياط أو الثانيات أو الانثناءات اول حاجة هي تركيب اولية ولا ثانوية؟ الطياط اه يعني جاءت من حعمة الخريعة والداخلية؟ الطياط داخلية يبقى تركيب ثانوي؟ اه تمام الطياط دي كانت في صخور صلبة ولا صخور لينة؟ لينة لينة يبقى الطياط دي جعل طباط تن ثاني كده بالمنظر ده اهو تمام كده سؤالنا الاولاني اهو جاءت الكوة داخلية حاول تضغط هنا كده تضغط وانا بقول كلمة تضغط وعارف بقولها ليه؟ تضغط فالطبقات لينة فمالضغط رح تطلع على الاعلى طبيعي اللي جنبها تم نازل الاسفل فتمعامنا المنظر ده جميل فقالوا لنا ما هي الطياط؟ تلوهم اين ثناءات؟ او قلت وقات في صخور القشل ارضية وخاصة الرسوبية تنشأ غالبا بفعل قوة لايه؟ الضغط الضغط وهي من التركيب الثانوية التكتونية نرجع كلمة بقى يا طباطك هتلاينة ولا صلبة؟ لاينة يبقى كيد تحتها سوالة دكتور رح عشان كده بقول لي هي ايه همية دراسة مين؟ الطياط بتدرسوها ليه؟ بتقول يا حبيبي تحت الطياط دي فيه سوايل والسوايل لها قيمة اقتصادية ايه؟ عالية عالية البترول ده قيمته عالية جدا والغاز الطبيعي موالد موخود الهتمام يبقى لها اهمية اقتصادية دكتور احمد ايه اهميةها الاقتصادية؟ تشكل مكامل او مصايد يعني مكان بيتجمع فيه البترول او الغاز الطبيعي او المعادل المنصاهرة او المياه الجوفية دي اهمية اقتصادية تمام ايه اهمية جنولوجية؟ بصوا دكتور كده يتطبع رقم كامل يا دكتور اربعة دي واحد اتنين تلاتة دي تلاتة تمام دي اقدم وده احدث فقال لي لها اهمية جيولوجية بتدل بتدل على اعمار صخور الكشرة ارضية تمام عشان كده ما جاء لده اقدم ولا احدث؟ اقدم اقدم تبو ده احدث كمان دي بالزبط هنسمي دي اسمها طاية محدبة وده طاية مكعرة وده محدبة بجنبها مكعرة فنجي على المحدبة ونقول الاقدم في المركز والاحدث على الجانبين اما في المكعرة هنقول الاحدث في المركز والاقدم على الجانبين تمام اذا هي تدل على العمر الزمني لسخور الكشرة الايه؟ الارضية وكذلك مش هي جات من قوة داخلية اذا هي تدل على وجود احداث جلو اي حركة للمواد المنصارف بطن منها ضغطت على الطبقات فعمت انثناء فيها عملت التواء فسمت طياط سهلة جدا يبقى كده دكتور الطياط لها اهميتين اهمية اقتصادية انها مكمن ومصيد للبترول والغاز الطبيعي والمعادل المياه الجوفية واهمية جيولوجية انها بتدل على الزمن الجيولوجي للطبقات او للسخور وتدل على وجود احداث جيولوجية في حاجة حصلت في المنطقة دي كان ممكن يحصل بركان او زلزال او مشابه زالي المنحوظة التانية يا دكتور الطياط لا تجيش منفردة في الغالب يعني لا تجيش طياط واحدة محدبة مثلا او مقعارة واحدة توجد في شكل مجموعات شكل مجموعات يبقى النادي لما توجد مم فردة لا يوجد شيء اسمها طيال واحدة المحدبة الواحدة مقعارة مجموعات محدبة مقعارة محدبة مقعارة السؤال التاني يبقى كان عرفت اهمية الطياط مكامل مصاعد للبترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية والمعادل تدل على وجود احداث جيولوجية تدل على العمر الطبقات قالوا ماشي دي الطياط قالوا اه الطياط دي لما جم يوصفوها قالوا الطياط عندها تلت عناصر تركبية يعني بتتركب من تلت عناصر اساسية ده المانا الجديد بتاعنا قالوا طب قول لي كده العناصر بالراحة قالوا ماشي نقولوا حاجة حاجة اهو بصوا سيادتك كده الخط ده كده اسم الطياط كم جزء الطياط المحدبة دي اسمها كم جزء جزء اين جميل نطلق على الجزء ده اسم مستوى محوري يقول لي عرف المستوى المحوري يقول له ده خط بيقسم الطياط الى نصفين متساويين تماما او متماثلين تماما في جميع اجزاء طب دي طياط محدبة طب دي طياط مكعرس اهو ده خط اسمها كم جزء اتنين تماما يباس من مستوى محوري طب دي طياط محدبة ده اسمها كم جزء اتنين يباس من مستوى محوري يبقى كل طياط لها مستوى محوري واحد تماما كل طياط لها مستوى محوري واحد هو لما اسمها مصفين بقى فيه جزء هنا يمين المستوى المحوري وجزء شمال المستوى المحوري ده يسمى جناح وده يسمى جناح يبطى لها كم جناح جناحي جناحي الطاية كم كتلة من الصخور اتنين على جانبي المستوى المحوري من المفرد ان دي طبق رقم واحدة دكتور اللي مصبوط ده اسمه ايه مستوى محوري هيتقاطع مع سطح الارض في الطبقة الاولى دي في خط وهمي تخيلي اسمه محور الطير يبقى المحور ده خط وهمي تخيلي مني جاي من تقاطع المستوى المحوري مع سطح الارض قال استنى ما ممكن يبطى الطبقة التانية دي ده سطح الارض ما ممكن يبطى الطبقة التالتة ده يبطى سطح الارض عشان كده كمان يسمى ايه محور يبقى الطاية لها أكتر من محور وليها مستوى محوري واحد وليها جناحين طيب فرضا أنا عندي طاية عندها كم طواقة خمسة جميل يبقى لها كم محور خمسة بس كم مستوى محوري واحد وكم جناح جناحين جميل لو طاية لها أربع طبقات يبقى لها كم محور أربعة جميل وكم مستوى محوري واحد فقط وكم جناح اثنين يبقى اللي ثابت المستوى المحوري ده واحد على طول والجناحين طب في طاية عندها عشر طباط يبقى لها كم محور اربعة عشر عشرة عشرة وليها كم مستوى محوري واحد وليها كم جناح اثنين جميل يبقى احنا ما جاء نوصف اجزاء التركيبية للطاية ووصفناها بتات عناصر عنصر اسمه مستوى محوري وده اسمها النصفين المتماثلين وعنصر اسمه جناحي الطاية وده الكتلتين على الجنبين وعنصر اسمه محور وليتخيلي اي جاي من تقاطع اي خط افقي مع المستوى المحوري قال لي جميل بالعالي كده دكتور بقول لي انت بتصنافه الطاية دي ازاي بتروحنا بنشوف اكيد طبعا لما اصلا دكتور احمد حياتك لما تبص كده دي منحنية لإيه اللي اعلم يبقى محددة حسب ما تظهر في الحقل الجيروجي حسب ما تبان حسب ما تنكاشف في صخور الكشرة حسب القوى الميكانيكية المنبعثة من باطل الأرض ليها قوى لايه جميل يا جدعان التاني بتوصف الطاية ازاي بنوصفها ازاي اهو حسب ما تظهر دي طاية ايه محددة شفتها بتنحاني الاعلى قلت محددة طب بتنحاني الاسفل مقعرة لا اعلى محددة مقعرة سهله خالصه حسب ما تظهر في صخور الكشرة حسب ما تنكاشف في الصخور تمام حسب القوى الميكانيكية المنبعثة من باطل الأرض وفي الغالب تكون قوى الضغط مهم طب ايه قصائصها دي؟ طوله سهله خالص الطاية دي تمتد لمساحات متبينة قد تمتد لعدة امطار او عشرات الكيلومترات عندها في طريق مصر اسكندريا الصحراوي طريق اسمه طريق ابو رواش دي طاية اسمه طاية ابو رواش سناية الارض مستقيمة وفاجأة ليه بتطلع الاعلى ثم تطابت لاسفل طبيعة الارض منحانية الاعلى ثم دي اسمه طاية في الطرق تلاقي فيه ارض هبطة ثم تسعد مرة اخرى دي طاية اكيد الطاية ده كان مثلا كانت ترعى في الماضي وردموها فالمية تحتاجة وفيها خالط طباط وايه وهبطت فريحت الاسفل فتعمل ارتفاع ثم من خفات فنسميها طاية يبقى الطاية تمتد بالمسافات متبينة قد تكون عدة امطار او عشرات الكيلو مترات قلنا نادرا ما توجد موم فاردة جميل توجد في شكل مجموعات كذلك الطاية لا توجد على حالة ثابتة ممكن الطاية دي يوجد جنبها فالق اتفانة في الدات المحاضرة دكتورو ممكن يحصل هنا كده كسر في سخور القشرة لايه؟ الأرضية يصاحبه ازاحة فتكونها فوالق ممكن يحصل كسر في سخور القشرة الأرضية بدون ازاحة فتسبب فواصر فواصر يبقى هي ما بتجيش لوحدها يجي معها فوالق او فواصر او فواصر دي ميزة ليها للطاية قال لي طيب ممكن بعد اذن حياتك تقول لي اشهر انواع الطياطرها قدامكم يا محدبة يا مقعرة يا مقعرة ايه طب ممكن تفرق لي بينهم ترو سهلة جدا المحدبة تنحاني لايه؟ لا اعلى جميل يبقى المقعرة تنحاني لايه؟ الاسفل المحدبة الطبقات الأقدم في المركز والاحدث على الجانبين المقعرة الطبقات الأحدث في المركز والاقدم على الجانبين ده سؤال سقيدي جدا جيه العام الماضي سنة عامة اخر سنة عشرين عشرين بقول له قارب من الطاية المحدبة والطاية المقعرة سؤال تفه جدا مباشر خالص تنحاني لأعلى محدبة لأسفل مكعرة النظام الجيد بقى جميل جدا عايش بواد فيهم ولا فهمش الطبقات دي قديمة ولا حيث يا دكتور دي قديمة جميل كتابوا دي حديثة رائعة جدا الصخر نوحة ايه رسوبية شو بقوله بس النظام حيث بقوله ايه طبقات رسوبية قديمة محاطة على جانبيها بطبقات حديثة تقوله سهلة برضا طيام وحدد طبقات رسوبية حديثة محاطة على جانبيها بطبقات قديمة طيام وقعرة يبحولها من مقارنة رسية قديمة بالسؤال اختياري طبقات رسوبية قديمة محاطة على جانبيها بطبقات حديثة تقوله سهلة طيام وحدد طبقات رسوبية حديثة محاطة على جانبيها بطبقات قديمة طيام وقعرة طب سواء كانت طيام وحدد أو مقعرة عناصر التركيبية كم عنصر؟ ثلاث اللي هو المستوى المحوري اللي أسمها نصين أو الكتلتين اللي عن الجنبين اسمهم جناحي الطاية أو تقاطع المستوى مع استقارض اسمه محور والطاية لها عدة محاور ومستوى محوري واحد وجناحي طيب ممكن يجيب لي رسمة للطاية فعايزين أولادنا كده مع بعض يرسموا معنا كده لما قولوا يوضح بالرسم تركيب أجزاء الطاية طبعا ما فيش رسومات السناري بس فرضا يعني رسمة أدامي وأنا عايزي أعلق عليها عشان نخلي بدنا بس في الامتحان ان احنا ساعات بنشوف المعلومة غلط وهي المعلومة تيبقى واضحة وضوح الشمس قدام الطاية اهو فرضا احنا بنعمل خط بتاعنا هوا بنيجي هنا كده اهي جنحانة الأعلى نوع الطاية يا دكتور محددة جميل باجي في النص بالزبط والمركز وهو معامل كده يبدأ اسمه ايه مستوى محوري اسمل كم جزء جميل جدا نخلي بدنا بقى تقاطع مستقارض في خط اسمه ايه محور يبدأ اسمه محور بص بقى ولادنا الطلبة لما انشاور لهم هنا يقول لك برضو محور قولوا لا ده ما تقاطعش مع ارض ده ده هو ده المستوى الايه محوري يشاور لي علي هنا يشاور لي هنا يشاور لي هنا براحته ده تخيل لده خط كده ورح ننزل قسم الطاية نصين يبقى لو شاور هنا برضو هيبدأ مستوى محوره تمام اي خط اي خط في دول كده اسمها نصين اسمو مستوى محوري لكن المحور لازم يتقاطع مع سطح الطبقة او مع سطح الارض محور الدول جناحي الطاية طيب ده نحاني قليل لي عليهم الاسفل الايه طيب ما نعمل العكس هو نفس الخط ارسمه الاسفل اهو يبقى ده اسمه ايه? مستوى محور. طب وده محور. طب وده اهو كده اهو. ودول جناحي الطاية. يبقى دي بقى الطاية ايه? محدبة وده تنحاني. لا اعلى. دي تنحاني. لا اسفل. دي الاقدم في المركز والاحدث على الجانبين. دي الاحدث في المركز والاقدم على الجانبين. عناصرها تركيبية واحدة. من اسمها نصين? مستوى محوري. تقاطع مع الارض في خط اسمه? محور. القتلة اللي على الجنبين اسمها جناحي الطاية. اسمها? جناحي الطاية. الطيات مكامل ومصائل للبترول والغاز الطبيعي والمعادن والميال الجوفية. الطيات اه بتدل على وجود احداث جيولوجية. وتدل على اعمار سخور الكشة الارضية. الطيات حسب ما تظهر في الحقل الجيولوجي. حسب ما تنكشف في سخور الكشة الارضية. الطيات يا محدبة يا مكعرة. يتنحني الاعلى يتنحني الاسفل. الطيات من اهم العناصر التركيبية الجيولوجية في السخور الرسوبية. قالوا رائع جدا جدا. يبا احنا اولادنا لما يجلنا رسمة زي كده. زي اللي قدامنا دي. يقول لي ما اسم التركيب الجيولوجي. اقول له طاية محدبة. طب ايه نوع التركيب ثانوي. نشأ بفعل قوة داخلية واللي خارجية اقول له داخلية. طب ايه نصر الاساسية اولو ثلاثة. مستوى محوري. مهم. ومحور وجناحي الطيات. طب يا ترى معظم الطيات توجد منفردة. اقول له غلط. في المعذرة. ما توجد منفردة توجد في شكل مجموعات. طب الطيات ممكن تيجي بحالتها هي بس. تقول لا 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 لا. في الغالب بيجي معها فوالق او فواصل. تمام. الطيات دي احد التركيب الجيولوجية الثانوية وقد تكون اهمهم. تعال نشوف عنصر تاني وان شاء الله هنكملوا في حلقة جاية. بس هنبدأ فيه مع بعض. اتفقنا مع بعض ان الطبقة طيبة. ولادنا الشطار المحترمين متابعين كويس. واحد اتنين تلاتة. طيبة واحد احدث. اتنين تلاتة اقدم. فرضا جات قوة زي قوة ضغط. اهو. حصل ضغط هنا. من القوة الداخلية المبعثة من باطن الارض. حرقة حمام بركانية مواد منصها. فرحت كاسرالي الطبقة دي كده بالمنظر اللي هرسمه ده كده. اهو. كده. احي. المجموعة حركة الاعلى والاسفع ده. حلو. نوع القوة ايه? ضغط. طب حصل كسر طبعا. مش حركة الاعلى. يبقى اسمها فوالك. يقول لي فوالك. اقوله نوع من انواع التركيم الجرية الثانوية. اللي جات بفعل القوة ده. خلية. ومبعثة من باطن. الارض. وهي كسر فيه سخور القشرة ارضية المختلفة. يصاحبه ازاحة. اهه. قال لي جميل. فراح سايل نسق ايه? طب ايه عناصرها? بصنا اتخيل مع بعض. شايف الخط ده كده? اهه. لكن كده حادثك اسمه مستوى الفالك. ايه ده ايه ده? ده في الطريقة كان اسمه مستوى محوري. اهه. اسمه مستوى محوري اسمه لكم جزء? جزء ايه? دلوقتي بقول لي اسمه مستوى الفالك. ايوة. خط بيتحرك على جانبيه كم كتلة? اتنين. واحدة عكس الاخرى. بحيس يحدد نوع الفالك. اهه. يبقى اول عنصر من عاصر الفالك اسمه مستوى الفالك. وده خط بيتحرك على جايبيه كم كتلة? كتلتين. واحدة عكس الاخرى. اه. في اخطاء عندنا? اه في اخطاء. بس احنا هنصحها وانشغين ايه? فين في الكتاب? اه في الكتاب مش وصفها الوصف الدقيق شوية. دي الطبقة رقم كاما يا دكتور? واحدة. اهي. عشان غيرها بالشكل. اللي فوق دي اسمها حائط علوي. دي طوى رقم كام? اثنين ثلاثة. حلو. تحتها مقاطها بس كده. حائط سفلي. كمان. انا هسأل حائطك اهو. مش ده كده اللي اتحرك. مهم. وده اهو. اتحرك الحائط العلوي الاعلى ولا الاسفل? الاعلى. جميل. مهم. فبقى الحائط العلوي فوق خالص اعلى من ده صح? مهم. جميل خالص. اللي فوق دي اسمه حائط ايه معيش يا دكتور? علوي. طب وده? سفلي. جميل. يبطي عندها الفالك اسف. عنده كم عنصر تركيبي? تلاتة. الخط اللي يتحرك على جانبيه الكتلتين اسمه? مستوى الفالك. مستوى الفالك. طب السخور اللي اعلى مستوى الفالك? اعلى. يبقى حائط? علوي. طب والاسفل? حائط صفلي. حائط صفلي. يبقى الاعلى حائط علوي اسفل? حائط صفلي. جميل. القوة هنا قوة ايه يا دكتور? دوت. حركته الاعلى ولا الاسفل? الاعلى. ان شاء الله حالا دلوقتي نسميه فالك معكوس. يبقى ما هو الفالك المعكوس? اقول له كسر في السخور يصاحبه ازيحة بفعل قوة ايه? دوت. ويتحرك فيه صخور الحائط العلوي الاعلى ولا الاسفل? الاعلى. بالنسبة لسخول الحاقة السفلي. يبقى الفالك المعكوس كسر جي من قوة ضغط. تمام. وتحرك الحاقة العلوي الايه? الاعلى. بالنسبة للحاقة السفلي. معايا يا دكتور زي ما احنا. تمام. كده ايه رأي يا حضرتك? التوقات طلعت ولا نزلت? نزلت. جميل. اهي. كده نزلت. لاسفل. اتحركت لاسفل بفعل قوة اسمها قوة الشد. وكده الحاقة العلوي نزل ولا طلع? نزل. بص الحاقة السفلي الاعلى منه ازاي? اه. فيطلقوا عليه اسم فالك عادي. يبقى الفالك العادي كسر في السخور يصاحبه ازحب. فعل قوة ايه? الشد. ويتحرك الحاقة العلوي الايه? الاسفل. رائع جدا. الحرك هنا يا دكتور رأسية. اما الاعلى. واما الاسفل. اه. يا الاعلى يا? الاسفل. انا هسأل الدكتور رحمة السؤال. هو انا التوقات حركت هنا. المنظر ده فالك نوعه ايه? معكوس. جي من قوة. نضغط. وتحرك الحاقة العلوي الى? اعلى. جميل. لو احنا شلنا الجزء ده كده اهو بهدوء خالص. وهنعيد على حضرتك الكلام تاني. احنا اسفين تاني اهو. بص اهو. اهو. دي الطبقة رقم واحد. اهي. ما غيرناش حاجة. اهو. ودي رقم تلاتة اللي هي مكان واحد دي. فهو تحرك الاعلى والاسفل? اللي اعلى. والقوة قوة ايه? ده. بس ما تحركش مسافة كبيرة يا فوقسة. اهو. مسافة ايه? صغيرة. بنطلق عليه فالة دسر. ايه تاني معلش? دسر. اهو. اه. اه. او اسمه زحفي. بص الكتاب بتاع الوزارة الجميل. بيقول لهم الفالك الايه? الدسر. هو نوع من انواع الفالك المعكوس. ما كنتش راحت في المعكوس. قالك معيش. نوع من انواع الفالك المعكوس. ولكن قليل الميل. اه. قريب من المستوى الافقي. اه. اه. ما تحركش اعلى مسافة ايه? كبيرة. اتحرك لاعلى سنة وزحف على مستوى الطبقات. فسموه زحفي. اه. عشان الكتلة اللي اتحركت المهشمة زحفة على مستوى طبقات الكشل. ارضية. يبقى احنا نتلاعب معلومة ان الفالك المعكوس. بيطلع من نوع اسمه الفالك الدسر او الزحفي. اه. يبقى الدسر او الزحفي نوع من نوع الفالك المعكوس. بيجي من قوة ضغط بس هو بيبقى قليل الميل. اه. قريب من المستوى الافقي. ويسمى زحفي عشان الكتلة اللي اتحشمت او اللي اتكسرت زحفة على مستوى طبقات الكشل ارضية. تمام. نرجع تاني هنا. الطبقات هيا دكتور احمد. اه. واحد اتنين ها. تلات. ده المستوى الرئيسي بتاعي. انا بعلم منه او انزل منه. الطبقات كده برضه دكتور احمد نزلت ولا طلعت? نزلت. رائع جدا للله. اه. طبقات نزلت. يبقى القوة قوة لايه? الشد. يبقى نوع الفالك ايه? عادي. الله. دول كان فالك عاجي يا دكتور. مين? اهم. بص يا دكتور كده. ده حقت ايه? علوي. رقم واحد اوه وده حقت ايه? علوي. اخوهم ده كان هنا صح? ونزل. ماش كده? تمام. فنسميه فالك خسفي او خندقي. كتاب الوزارة? مش عايز يوضح المعلومة. ما ينفعش اقول لك ايه هو الفالك الخسفي? ترد عليه تقول لي فالقان. ينفع عرف المفرد بالمسنة? هو ده كتاب الوزارة. بقول له ايه ده? ما هو الفالك الايه? الخسفي. يبقى يقول له ايه? فالقان عاديان اتحدى في صخور الحائط العلوي. يبقى اشتركوا في اللي فوق فاللي كان معهم فوق نزل. فبقى اسمه خسفي. تمام. يا غريب اوه. طب بص حقيتك ده حقيت ايه دكتور? صفلي. صفلي. وده حقيت ايه? صفلي. اخوهم كان هنا بقى فوقه صح? عالي ولا واطي? عالي. يا بالنسبة له اسمه فالك بارز او بيسموه سواتر. تمام. طوله فالقان. ها? عاديان اتحدى في صخور الحائط السفلي. طب ما كنت قلتلي اشكال الفالك العادي. تقول لي منه خسفي ومنه بارز. لو اشترك فالقين عاديين في الحائط العلوي يبقى خسفي. لو اشترك فالقين عاديين في الحائط السفلي بقى بارز. تمام. لكن هو صنفه نوع من انواع الفالك وده خطأ. الفالك يا عادي ويعمل خسفي وبارز وفي انواع اخرى بس لغت. يا معكوس ويعمل دسر. نرجع التاني لصالح طبقين عاديين حققتنا ان شاء الله اهو. تمام. اتباطة ايه? واحد اتنين ثلاثة. ده المستوى الرئيسي بتاعي. مهم. السؤال هنا حصل كسر اهو. اهو. اهو يا دكتور. واحد اتنين ثلاثة. يا طرى في حاجة طلعت? ده طلع? لا. طب نزل? لا. يبقى الحركة الرأسية صفر. مهم. منعدمة. اتحرك حركة افقية. تمام. حركة? افقية. فسمي فالك ذات حركة افقية. اهو. ايه ده ايه ده? يبقى اصل الفالك بعرفها من حركة الصخور. اتجاه حركة الصخور على جانبي مستوى الفالك. لو اتحركت لي ايه? لا اعلى. يبقى اسمه فالك. معكوس. ومنه نوع اسمه دسر. لو اتحركت لي ايه? دسر. يبقى فالك. عادي. ويعمل الخسفي وبارز. مهم. لو اتحركت حركة افقية. وانعدمت فيها الحركة الرأسية يسمى فالك. ذات حركة افقية. مهم. يبقى تحدد انواع الفوالك. حسب اتجاه حركة كتل الصخور على جانبي مستوى الفالك. احنا كده نهينا انواع الفوالك في محادث النهاردة. وان شاء الله المرة الجاي نكمل اهمية الفوالك. وايه? ايه الظواهر اللي تنتق عن الفوالك? وناخد الفواصل ان شاء الله. ونبدأ في الازمينة الجروجية. ويتمنى يكونوا استفادوا او استمتعوا بالمحاضر. وشكرا لكم. اتمنى لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. في ديئتين تلاتة كده زي ما تعود من حضرك لو فيه اي نصائح للطلبة بتاعتنا بالنسبة الجزء اللي احنا اخدناه. او بالنسبة اللي نبدأ بصفة عامة. الجزء اللي احنا درسنا النهاردة ده يعتبه من اهم دروس الفصل الاول. او الباب الاول. جميل. والطلبة دايما بيبع عندهم حت التردد وعدم تركيز في الطياط والفوالك. يعني من اخطر انواع الفوالك اللي وراي دي. طبع. لكن الولد لو فهمها ببسطة جدا. جدا. واعتبر ان هي دي التوقاط. اهي. كده بالمنظر ده بسلاسة. جاءت قوة ضغط حركتها لايه? لا اعلى. خلاص. نوع الفالك ومعكوس. اهه. جاء من قوة ضغط. والحق تبع له تحرك لاعلى. طب هو لو تحرك لاعلى كده. اهه. برضو معكوس. اهه. بس بنسميه دسر. اهه. فما يصعبش على نفسه عشان كل ما هتصعبها بعت لها مش هلو. فانها مادة لذيذة جدا. اهه. طب انا اتحركت الاسفل. ايبع عادي. اهه. ما فيش مشكلة. طب فيه كذا واحد يعني في كذا واحد متين ورابعة عادي. قلت له خلاص ايباسمه فالك خسفي وبارس. طبعين. طيب. انا متحركتش لاعلى والاسفل. انا حركتي بص اوه في مكان اوه. بص. اوه نفس المستوى. ايباسمه ذاتة حركة افقية. اهه. ايباسمه بساطة جميلة في النظام الجديد. طبعين. ما قولي فالك تنعدم فيه الحركة الرأسية. قلو فالك ذاتة حركة افقية. اهه. طب فالك نشع عن قوة ضغط. قلو معكوس. طب فالك نشع عن قوة الشد. قلو عادي. اهه. في ملحوظة هقوم لها. بس بعدها طبعا مش اخد ديها فيها. طبعا. واحنا في الطياط قلنا طبقات رسوبية قديمة. طبقات ما قلناش كتل سخور. طبقات رسوبية قديمة محاطة محاطة بطبقات حديثة. قالوا ان طي محدبة. ولو طبقات رسوبية حديثة محاطة بطبقات قديمة. قلنا مكعرة. انا هسأل دكتور رحمة عشان انهي بس. يعني دي فكرة للمتفوقين فقط. بص دكتور كده. الطبقة دي قديمة ولا حديثة. دي رقم ثلاثة. قديمة اهي. 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 طبقة دي قديم. 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 ماشي كده. اهي. تمام. والطبقات دي. حديثة. حديثة. اهي. الطبقتين دول حداس. تمام. تمام. طيب. لما انقل لي الطبقة دي كده. اه 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 اه. دي حديثة صح? اه. اقرب حاجة لها قديم ولا حديثة. اهي. اهي. قديم ولا حديثة. تمام. اهي. قديم. ايه. حديثة. فلما يقول لي طبقات حديثة على جانبيها. اه. قال على جماعة ما ما قالش ايه. ما قالش طبقات رسوبية قديمة محاطة. مزرور. لو قال محاطة يبقى دول كده الطيه. اه. لكن لما يقول طبقات حديثة على جانبيها. اه. طبقات قديمة يبقى الفالك الخسفي او البارز. اه. طبقات. بص حديثة اهو بص كده هنا نفس الكلام. بص ده اهو. ده قديم. وده اقرب حاجة ليه حديث صح? مزبوط. طبقات قديمة على جانبيها طبقات حديثة. اه. ايبقى فالك بارز او خسفي. يبقى كده ربط من الطيه والفالك. ولكن يكون القراءة جيدة. اه. في فرق بين طبقات طحط وطبقات عالجنب بتاعها. مزبوط. اه. ودي من اهم من القراءة واتمنى ان يكونوا فيهموها بسرعة. اه. ايه. ايه ملاحظات عندنا حلالك تانية يا مصر? انا ملاحظة انهم سيحلوا اسئلة كتير الانهاردة والمرة ان شاء الله يبقى كما اسئلة كبيرة جدا. لحد ما نختم الجزء بس الاول. وان شاء الله يستفدوا. ويبقى ده جزء مهم ويدمنوه في اخر العام ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا بيهم. ربنا يففقهم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك ان شاء الله في حلقات قديمة بازن الله. شكرا لكم الاسرة الكاملة للبرنامج والساد المخرج والساد المصور والمجموعة اللي موجودة كلها ما شاء الله ناس ما شاء الله محترمين ممتازين بيتعبوا معانا بصراحة ويقدموا خدمة لطلب السماء عامة ان شاء الله يعرفوها في نهاية العام. شكرا واستر محمد شرفتنا وتمنياتنا القلبة الكل وطلبنا العزاء بالتوفيق دايما يا رب. شكرا. 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 شكرا.